بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه هلا بكم اصدقائي في قناتكم فارس البرمجيات على اليوتيوب اذا كنت شادنا الاول مرة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد النهاردة ان شاء الله هنشرح درس خفيف وسهل كده بسيط الموضوع درسال النهاردة هو خلفيات الاتش دي الخلفيات الاتش دي كتير مننا بيحابي ينزل على الموبايل بتاعه خلفية اتش دي بيفر يدور لكن ما بيجيبش الخلفية بالدقة العالية وفي نفس الوقت ما بلاقيش الازواء الرقية وفي نفس الوقت بردك ما بلاقيش الحاجة اللي هو محتاجة والالوان المناسبة ان شاء الله النهاردة جاب لوكو حوالي 180 صورة اتش دي 180 صورة اتش دي الصور دي بازن الله هتعجبكو نتفرج عليها مع بعض كده بسيط سريعا هوريكو ايه بعض الصور منها زي ما انتوا شايفين كده نستعرض بعض الصور زي ما انتوا شايفين كده صور جميلة جدا وراكية جدا وهدية جدا تنفع لكل بنت وتنفع لكل رجل ينفع ترسالها لأحد احبابك ممكن تعملها خلفية اتش دي ممكن تعملها خلفية للواتس خلفية للمسنجر اه تعملها حالة للواتس ممكن تعملها قصة في الفيسبوك زي ما انتوا شايفين كده خلفيات راكية جدا وخلفيات شكلها كلها جميل زي ما انتوا شايف كده خلفية رائعة جدا جدا شايف الخلفية دي تقفى الله اكبر المهم الخلفيات دي كلها انا مش هستعرضها كلها معاكم انا استعرضنا بعض الصور لو انت حابب تحمل اي خلفية من دول اسفل فيديو لازت تشاهده الان في الديسكريبشن في صندوق الوصف وتضغط على ازهار المزيد هتلاقي رابط الرابط دو هتحولك مباشرة بدون رابط ربحي او رابط اعلاني رابط مباشر على طول تقدر تحمل السور دي حجم السور دول 180 سورة تقريبا عاملين كلهم 20 ميجا يعني حتى لو الباقع عندك قليلة او الباقع بتاعتك صغيرة هتقدر تحملهم بكل سهولة وبكل بساطة تضغط على التحميل هينزله عندك بس هتلاقي عندك السور نضغطها في ملف مضغوط لازم انت فك الضغط عنها وبعدك هتقدر تبدأ تقدر تستخدم السور ديت زي ما انتم شايفين كده كلها خلفيات رائعة حضرتك بقى ممكن بعد كده انت بتصفح بقية السور اللي تعجبك عملها خلفية تعملها حالة ترسلها لحد زي ما انتم شايفين كده كلها صور رائعة واكثر من رائعة كمان وبإذن الله انتظروا من المزيد ومزيد من الصور الـ HD يا رب الدرس يعجبك والنال اعجابك الدرس كده كان بسيط درس خفيف وسهل لعجبك الدرس لا تنسى الاشتراك في قناتنا فارس البرمجيات على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس حتى يصل لك كل جديد كان معكم اخوكم الفارس حسام دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر